السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي مشكلة حقيقية اللي هي انا عندي ريفت 2020 بس في داينموم بس لما باجي اشغل بعض تحميلات من الدينامو باكش مش بتشتغل هل في حال؟ اه هي الفكرة كلها ان الدينامو لسه جديد ففي اوب ديتد والاسف الاب ديتد بش كل الحاجات الجديدة بتشتغل مع الحاجات القديمة فلازم كل شوية ادخل وحمل اخر حاجات وببدأ اشوف ايه المشاكل اللي بتحصل اثناء التشغيل وابدأ اشوف لها بدائي يعني بتجي تدخل على مثلا بيم داينمو الموقع دوت هتلاقي فيه ناس كتيرة في قلب الشات بتتكلم ان فيه مشاكل في الـ اوبجريد ان فيه نوتس كتيرة باوت اوف ديت لما حصل اوبجريد يعني ممكن تكون المشكلة ان الحاجات دي كان بتشتغل على اصدار مثلا الخامسة ولما نزل اصدار ستة او سبعة ما بقاش تشتغل تمام فدي مشكلة بتكرر كتير هل ليه حل؟ لا مفيش حل لكل حاجة لا كل واحد فيهم بنبدأ احنا ندرسها ونشوف ايه الملفات بتاعتها يعني كذا مرة يكون المشكلة بس ايه ان انا غاية الرقم ان انا اعمل اوبديت ان انا اشوف اخر اشتغل على الموقع بتاع الراجل اللي كان عمل الليبرير دوه تشوفه عمل اوبديت ايه في الهزارة حديث تمام فكل مشكلة من دي هاي بتلاقي ان فيه اللينك ده بوز او كده فانت بتبدأ اشوف الابديت الابديت بيبقى اسهل واحسن وكل حاجة تمام هتلاقي الناس بتقولك نزل الملفات دي هتبقى احسن فكل مشكلة الوحدية يعني كل مكتبة بيبقى ليها ان انا ادخل على الليبرير بتاعتها وحمل اخر حاجة مناسبة للهزار اللي انا اشغال عليه